موسيقى 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 السلام عليكم عزيزيزين ورجعنا لكم في حلقة جديدة من انطباع انمي هايكيو الجزء الرابع لحلقة الثالثة لذلك خلونا نبدأ موسيقى 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 ابتدت الحلقة الثالثة على بداية هنا تابع قاعد يقول حق نفسه انا لست ذو اهل في الملعب وانا ليس مكان موجود وانا لازم اركز على مهامي اكثر بس اني الحق الكورة هنا يبيلك طبعا هينتا كيف تغير وكيف ان حتى فكرة صار يتعود على المهام اللي هو فيه طبعا وجهة نظر ان هذا احسن شيء صار في هينتا من التغيير انه لازم يركز انه هنا كجامع كورات وليس كلاعب متدرب هذا فرق كبير بينهم وهو لازم يركز على هذا الشيء انه موجود هنا عشان يلعب موجود هنا عشان يضرب جاي عشان يمسح جاي عشان يجمع جاي عشان يلحق فقط لا غير غير هذا طبعا اذا هو مش مكانه بعدها على طول بدأ الشوط الثالث حق مباراة تدريبية اللي بين المعسكر وفريق الاكاديمية وهو قاعد ينشر الشلحات نفسه حقا التدريب على السور في الدور الثاني جاي سيطاع يتابع المباراة شليس يركز على بعض اللاهبين كيف طريقة ضربة كيف طريقة صدة فقاعد يلاحظ هذه الاشياء وهو قاعد ينشر لنفس الملابس حقا ما خلصت انتهى من النشر الكامل نزل جاي سيتابع مباراة عن قربيع مثل ما تقوله هو قاعد هنا والقدام قاعد يلعبون جاي سيشوف كيف يتحركون اللاعبين قاعد يشوف اللاعبين تزامنهم بالحركة وكيف هذا يتحرك كذا وكيف هذا يتحرك كذا كيف حاقد الصد يتحرك تزامنيا مع الليبرو كاستقبال وصد كيف يتحركوا مع بعض هذه الاشياء كلا قام بتفتح عقل هنا تب الحركة خصوصا ما جاء الارسال عن فريق الاكاديمية ومع الارسال كان يلاحظ ان هذا المرسل كان يرسل في النهائي فقاعد يلاحظ كيف طريقة ارساله في نفس اللاحظة عقوب ما ضرب الكورة لاحظ ان الليبرو حق فريق التدريب تحرك تحرك غريب وهو شاف انه عطاها قفزة بسيطة بعدها تحرك عشان يصد الكورة فهنا اهو شك يعني قال كيف تحرك كذا كيف قدر يسوزي كذا وهو طبعا ما كان يفهم هذه الحركة لان اولا جاي صد الكورة كان يتجمد مكانه لو لاحظته في الحلقات القابلة في المباريات جزء الثالث والثاني لما تجي ضربة صاحقة وهو يجمد مكانه ينتظر الكورة تجيه بس هنا في هذه اللحظة اهو تفاجأ ان الليبرو نفس اهو اللي يتحرك الكورة اهو اللي يرح لها وهنا على طول تذاكر طبعا كلام صديقة نيشنويا ان اللعبين المتألقين او اللعبين المحترفين هم اللي يعرفون وين مكان الكورة وين تروح طبعا هذا يترتب على حركة اللاعم هذا الشيء خلا يركز اكثر على الليبرو اكثر من يركز على الرامي طبعا كان يركز على الرامي واللبرو لكن فاجأة تغير فكرة وصيركز بس على المستقبل بعدها على طول يتكلم مع نفسه يقول ان صديقة نيشنويا أنه لم يستطيع يشوفها لا في المباريات ولا في التدريبات ولا حتى في اشترطة الفيديو التسجيلية لما كان يشوف كيف كان يستقبل كيف كان يتحرك وهو كده انصدم ان هل هناك تحركات معينة يساوونها ولا بس وهو واقف تجيه الكرة ويستقبلها وهذا النقطة طبعا لو لاحظت ان هنا تغير في حتى قراءة اللاعب نفسه انه صار في اللحظات لما شوف اللاعب يقفز لما قام يتذكر كلام نيشينويا انه لازم تعرف هيئة الضارب كيف راح يضرب من هنا راح تعرف الكرة ومن راح تروح تغير فكرة بشكل كبير طبعا هذا تطور في هينته وهذا تطور كبير له وبعدها قام يشوف كيف كان يستقبله قاعد يقول يقول ان المستقبل قاعد يتحرك بحركة طفيفة حركة بسيطة سلسة انه ما فيها اي صعوب ولا فيها اي تعب اللهم انه هي حركتين متسلسلتين سووهم بطريقة سهلة ماحتاج يتعب فيها وصد الكرة بطريقة مثالية فهذا الشيء اللي خلى هينته يفكر اكثر وهنا عاجوا بلك فلاشباك وهو يدرب مع صديقة اللي كان يلعب كرة تنس وهو كان يلعب كرة التنس مع صديقة في الذكريات طبعا كان يقول ان انت عندك ردات فعل جيدة لكنك سيء في الضرب مع انك ضربت بعض الاحيان بعض الكرات لان بعض الاحيان ضربتها لكن انا ما اجي ادافع دفاعي يكون متأهب لكن ما اقدر اتحرك وقال لا انت لازم تزح قدميك عن الارض كده قال لا ازح قدميك عن الارض لازم انت تبعد شوي رجولك عن الارض عشان تقدر تدافع لازم تخلي نفسك تهيئة عدلة عشان لما تدافع يكون شكلك افضل و احسن مثل ما تقولون مهيئ اكثر بعدها على طور رجعوا لك على المباراة التدريبية وهو جالس يتذكر كلام صديقة نفس اللحظة لو ركزتوا فيها كان يقول ان في ذيك اللحظة قال له شيء لكن ما هو عارف ايش هو وقال ان ذيك الفترة كان يحاول فعل اي شيء للبروز هذا باللين اول هنا كان يسوي اي شيء عشان يبين للناس فقط مو قاعد يسوي شيء عشان يكون الافضل عشان يبرز هذا اكبر خاطئ ممكن يصير في اي لعب اي رياضة ان ان انت لما تيجي تسوي اي شيء عشان تكون بارز غير ما تسوي شيء عشان تتقن هذا الشيء هذا يفرق بين اثنين وهنا يطيح في اكثر لعبين انه يبي يبرز غير ما يكون يبي فعال الافضل انك تكون فعال اكثر من تكون بارز اما تكون فعال راح تبرز اما تكون بارز ما راح تكون لك اي فعالية بس اسم فهذا حين قم يتذكرها هنا بعد احاول اتذكر كلمة معينة قاله اياه فقعد يتذكر حاول الخطوة البقعية طبعا او قالها لانه معارف معناها قال لا الخطوة المنقسمة معنا خطوة المنقسمة ان الخطوة تتكون من اكثر من قسم انت تاخذ الخطوة نفسها وتقسم من اكثر من قسم مثل ما شفنا المهيئ كان يسوي خطوتين الخطوة الاولى يقفز يستعد والثاني يثبت نفسها وينطلق للكورة لو لاحظوا فيها يملاحظ المستقبل الكرة الارسال شاف انه سوا قفزة بسيطة بعدين تحرك للكورة هذا كان يقصد فيه تطول من قسم فبعا هذي مختصة اكثر لعبين التنس كاستعداد لملاحقة الكرة كرة اصغر من كرة الطائرة عشان كذا قاعد يحاول يتذكر وصاريا يعني يربط كرة التنس كرة الطائرة تتحرك بعد عضو صاريا بيعرف كيف تطبق على ارض الواقع فقاعد يلاحظ انه متى يقدر يتحرك هذا التحرك الاول يوم شاف الكرة الطائرة فوق اول ما جات على يد الضارب قال اول حركة سويها والكرة على يد الضارب شاف كيف قفزة بسيطة ومضربت الكرة اوه على طول تحرك عرف الكرة وين راح تروح لانه قرى جسم اللاعب مثل ما قلنا من ساعة انه لازم تعرف او كيف تعرف الكرة وين رايحة لما تقرأ هيئة المهاجم نفسه او ضارب وين راح يودي الكرة من جسمه فعشان كده اوه عاطوا قفز اليسار جهت الكرة عند المعد تصدها وجهت على طول عليها اوه اخطأ لانه توقيته كان خطأ لانه استقبل نفسه ما قدر يتحكم بالكرة جهت على طول في وجهه لكن قدر في هذه اللحظة انه يمسكها لو تلاحظها هذا اول مرة الكرة تيجي في وجهه هنا ويقدر يمسكها جهت مرتين ضربتين وتألم منها ما قدر يمسكها خلها تضرب فيه لكن هذه اول مرة يقدر يمسكها صج تأثر لكن مش مثل قبل شفتوا كيف واقف يعني قاله شامخ وخشمه ينزف من سوى فيه انها حركة انه هو فاهم بعد رجاء عطل الامبارة تدريبية وصير شوف اللعب كيف هنا وهنا وهنا شد وجذب صاير فاجأة شاف ضربة من وقته شيء وكيف راح يصدها اللي هو المعد شاف المعد ما قفز ما سوى الخطوة من قسمة شاف هو واقف هنا استغرب قال كيف متى بيتحرك شوية شاف انه يجلس على خفيف وصد الكرة هنا لاحظ انه فيه اكثر من طريقة او اكثر من حركة جيدة تقلب تستقبل فيها الكرة انه مو بس هذا حركة خطوة من قسمة انت كمستقبل فيه اكثر من طريقة لك تستقبل الكرة بطريقة جيدة طريقة افضل لك انت تناسبك سوى في مكانك او في مكان ثاني هذا الشيء لاحظه هنا وصار يستوعبه اكثر بعدها على طول قال انه هناك اكثر من طريقة للصد وهنا قال على طول انه انا دائما كنت الاحق الكرة ونسيت ان الملعب مليء بالمعلومات هذه اهم كلمة قاله هنا في هذا الحلقة انه اول كان هناك تبسي لحق الكرة ما كان عنده اي شغل لحق الكرة لكن فجأة عرف ان الملعب مليء بالمعلومات طيب من هذا اهم شيء لازم نعرفه ان انت كلاعب كرة داخل منظومة معينة ان انت مع فريق كامل حركة واحدة جسد واحد مهما كان انت تتحرك مع المنظومة كاملة مثل ما شاف مثل ما لاحظ ان حائط الصد مع اللبرو يتحركون تزامنيا عشان لو اخطى حائط الصد ان اللبرو جاهز كحركة متزامنة متزامنة بشكل تام ان انت معاهم جسد واحد في هذه اللعبة هذا احسن شيء سوى هنا في التركيز عليه احسن شيء سوى الكاتب بينا لنا في الحلقة الثالثة انه ما توقع انه راح يطول فيها فلازم يبييلك تطور هنا بشكل كبير بعد عاطو انتهى يوم التدريبي فايق اكاديمية خاصة انه راح يمشي والفريق المعسكر راح ينام في الملعب نفسه في لهم غرفة جاهزة كل المعسكر ينامون في غرفة واحدة طبعا هنا مر المدرب وقال قال للمعلومية فقط ان انت ملك مكان عندنا ولا راح تاكل معانا ولا راح تشرب معانا فانت لانك مش مدعو تخلص وتمشي عاطو قال له حاضر ومشى مشى المدرب طبعا بعد من انتهى اليوم التدريبي في احد معدين قال يبي يكمل تدريبي يبي احد يدرب معاه لكن الكل سحب عليه وجاء واحد اسمه كندايتي كان موجود مع فريق سنجو اذا كنتم تذكروا ان كانت ضارب حقهم وقال انا راح تدرب معاك فجأة جاءهم هناك وقاعد يمسح الارض وقال خلاص انا بجي الاحق لكم الكرة هنا انصدمه اللي علي صار فرح العلمين لو كندايتي انصدم ان غريبها تبتكون ضارب تبتكون جامع للكرات هنا على طول جبولك ذكرياته مع المدرب حقه وهو يقول لا تستهين بمهام جمع الكرات هنا تتغير فكرة تماما في هذا المعسكر يركز جامع كرات اكثر من ان يركز ان يكون لاعب كرة طائرة هذا تغير كبير كلنا صدمنا منه يمكننا نرى الحلقة انه اول مرة هنا لا يريد ضارب لا يريد لاعب يريد مجمع الكرات بعدها سأتحدث عن ضارب الصغير الأكاديميه وقال انا تدرب معنا وسوف ضربتك المواجهة ان انا انعجبت فيها طبعا كان نرى نفسه على هناتها لكن عقل ما سمعتها كما تقول لام معاه والتحمس قال يلا راح تدرب معاك طبعا هنا على طول صار يطبق كل شيء كان يلاحظه وكان عارفه بدأت طبقه على طول صار يستقل متى تحرك ما يحتاجه عشان اوصلي الكورة من هذا كله هنا صار يفكر كيف يحفظ على ثبات جسمه على سرعته متى تبدأ على انطلاقه على اندفاعه على كل شيء يمكن يسويه خصوصا في هذا المكان وهذا الوقت بالذات انه يقدر يعرف بعض اللاعبين ويعرف قوتهم ويعرف توقيت ضرباتهم وطريقة ضرباتهم في اخر لحظة لما جاء يضرب اللاعب الاكاديمية هو عرف ان الكورة لا تكون مستقيمة لا تكون كورة عرضية هنا عاضل اوغغا راح على الجهة المنتصف وصد الكورة وقالت كنت متوقعها لكن لم تكن امسكها لانه يدي كان هناك كورتين يعني يدي مملوئة لا يمكن امسكها لكن اهم شيء ان اعرفت الكورة من راحة تروح هذه فايدة كل لحظة عشا في الايام التدريبية هنا فادتها في هذه النقطة هنا في هذه اللحظة كان عارف الكورة وين راحة ليش لان ارتفاعها مكان عالي كان الكورة قريبة من الشبك وكان الكورة مستقيمة صعب يسويها فسوها عرضية عشان كده استنتاجها وقدر يعرف ان راحة تروح وانتقلنا على الطب من هذا المشهد المشهد التالي لهو هناك هو راجع فصال يبي يعرف وشونه لازم يأكل عادة يرجع البيت عشان يمنتظر هذه المرة لا يحتاج وقت طويل على ما يوصل على الطب راحة لك التصع المدرب قال له شونه أكل قال له اكيد لا يوجد احد سألة ثانية غيري لانه قال له عادلة سألتك هذا السؤال قال له اكيد وعلم انه اول شيء يحتاج شراب الامونية لشربها اذا ما يقاطع اسمه كذا بعد عادة تحتاج بروتين وتحتاج كربوهايدرات اهم شيء تأخذ لك واجبة غنية يعني لازم تاكل واجبة دسمة عشان جسمك عضلاتك تبدأ تترمى تبدأ تنضج تبدأ تتعافى عشان تقدر تكمل اليوم لبعدها واهم شيء النوم طبعا في لعبين واجد يستهنون بالنوم من عادي لو سهر لا النوم الطبيعي اللي يحتاج الجسم اللي هو الوقت كام لأكثر عبر كثير ثمان ساعات لان لما تنام وقت كافي جسمك راح يرتاح عضلاتك راح ترتاح راح تقل تشتغل تشكل افضل والتغذية مهمة طبعا عشان كذا قال له تحتاج شراب ارتقال او شراب موز عشان يعوض جسمك الافرازات اللي افرازها داخله و اهم شيء النوم و اهم شيء النوم في كل لاعب يحاول النجاح يركز على النوم و يركز على الاغذية هذا قال له اهم شيء لان غير ذيلي ما راح تقدر تسوي شيء ايسا مع اي رياضة تمارسها ما تحقض على ذي اثنين انت هنا بديت تهدم جسمك هذا اهم نقطة لكل لاعب انتقل مشهد على طول لفريق كاروسنو في امباراته التدريبية و ورونه كيف ان اللاعبين صاروا يطبقون كل شيء يدربون عليه خصوصا ان اومر ان شوف تنكا قاعد يتدرب على الرسالة بالقفز رغم انه لم يرصب القفز و الى الان او ما بعد يتقنه و ان حتى الفريق صار مهزوم جولتين متتليتين وقال لي بيلعب ثالثة ورابعة و انتقلنا على طول لفريق مشهد معسكر هنا وهنا لو لاحظتم معاي بقول لكم كلمة قبل ما اشرح لكم اللي صارت في المشهد ان المعلم هو الوحيد اللي كان مؤمن ان هنا ممكن يسوي شيء رغم من رفضه من معسكر ورغم معرفته ان المدرب ما راح يزج فيه في التدريبات اللي الى الان موجود لو لاحظتم هذا الشيء ان المعلم لاه ناظرا معه هنا ان راح يسوي شيء طبعا هنا كان فيه كلام حق المعلم ان هنا تتغير او كان يعتمد على التحركات الغيزية لاحظوا على هالكلام ان اول هنا ما كان يتحرك من معرفة تتحرك من معرفة غريزية فقط ان حد سيقول له ان الكرة تجي هنا فقط لغير كيف ش تسوي ما يدري لكن عارفوا مكان الكرة عشان كده قال يتحرك على الناحية الغريزية لكن على تحركاته الحين صلاة تكون افضل قاعد يكتسب خبرة وجلس يتطور وهذا شيء راح يوصله انه يعرف اللحظة اللي يتحرك فيها ويدمج فرائزه بتفكيره راح يوصل تطور قوي جدا 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 فهذا الشيء لاحظناه وشيء كبير راح يوصل له هنا وهنا قاعدنا ما كنا نلعب ضدهم هنا كان شاكله بس يطبق الأشياء التي نقال له يعني كان يعبأ انه فارغ تقاقا هذي كل مقاصي عليه جابوا لك مشهد كوميدي انه المعلم قاعد يعتذر حق هينتا بدون ما يتكلم وانه هينتا حين بدأ يتطور مثل ما لاحظتم في هذه الحلقة وعنضو جابوا لك المشهد حق هينتا وهو قاعد يلاحظ وقال احنا في المبارات انا عارف من الضارب لكن في المبارات راح يكون الجو حامي الجو حار ما عندك اي لحظة تفكر فيها او ما عندك وقت تسوي خطوة من قسمة ولا تنسون انه يقولك الاولاد ضرباتهم سريعة هنا راح تكون مهمتي صعبة كيف راح اعرف الضارب هذا اهم شي في المبارات لانه في المبارات في ضربات تزامنية يسوون فريق كارسونو لاربع لاعبين يضربون الكرة في لحظة واحدة انتبتدي من الضارب فهذا اهم شي لازم يتعلم عليه هناك بعده هنا انتهت التدريبات وصار يوزع على اللاعبين المشروبات وجاه لاعب سيجو قال له انت ليش كده دايما نيائس من هالكلام قال انا لازم اهزم كاقياما طبعا انتناسين كاقياما وهينتا متحدين بعض من قبل فترة انه هناك راح يهزم كاقياما مثل ما هزمه في المتوسط كانت اخر مبارا حق هناك في المتوسط قال انا راح اردلك الهزيمة حتى ومع بعض الفريق قال راح اهزمه وهنا على طول قال هينتا ان اهم تفوق عليه وحاليا اهم في معسكر تدريب حق المنتخب الوطني قال ايه بس انت اش درك اذا هناك وما كان يأكل هزيمة كبيرة هنا على طول استغرب هينتا وانتقل مشهد على طول حق معسكر المنتخب اول ما خلصوا المشهد تدريبات معسكر اليابان على طول انتقل معسكر هينتا على طول على الضربات الساحقة بدأ تدريبها حاليا على طول هينتا قال انا بوقف في هذا القسم ويالله انتو اضربه كل الموجودين طبعا استغربوا انه هناتا اليوم متحمس ليش يعني الشي اللي يصير اليوم بتغير انه يبقى يكون جامع الكرات قالوا اهو اساسا من امس كان يلحق الكرات لكل استغرب حتى لو احظوا طلعت حواليه زي الهالة البيضة بدأ يتحدى نفسها وبدأ يعيش جو المباراة على طول قال لاعب سيجو انه هو حاليا قاعد يعيش فاتتل قاعد يلعب مباراة الحالة ان المعسكر ضد هينتا بعد عضو جابوا كلام من سوكيشيمو قاعد يقول انا اكره هذا الشعور انه كلما يشوفه حسني ابي اسوي شي فعلى طول على اول كورة ضبط التوقيت ضبط المكان ضبط التحرك ضبط استعداده ومسك اول كورة بشكل صحيح من كل شي يعرفه من كل شي لاحظه من كل شي تعلم عليه هذا افضل حلقة يعني هينتا تعلم فيها وطبق كل شي فيها هذا افضل حلقة يعني الهينتا انه طبق كل شي تعلمه في نفس الحلقة وحنا شفنا كيف تطور بشكل كبير من ملاحظاتها من تدقيقها لبعض الامور حتى المدرب قاعد يركز على جولك واجه مدرب الاكاديمية وهو مركز على هينتا بعدها طبعا جاتها ضربة قوية جدا مسكين من قوتها طاح وقال للمدرب قال انا كم مرة اقول لك وهنا على طول انتهت تدريبات الكرات الصاحقة والاول مرة نشوف تسوكيشيما يجي يتكلم مع هينتا بشكل ودي جدا جدا لأول مرة حتى هينتا استغرق يوم قال تعال انا بغى اكلمك هينتا صفن دقيقة هل تب تكلمني؟ وعلى كده انتهت هذه الحلقة وطبعا بعضيكم بس كم نقطة صارت في الحلقة عجبتني انا شخصيا انه هينتا تحول من لاعب كرة طائرة عادي الى واحد يستطيع التركيز والتعلم عن طريق الملاحظة هذا اهم نقطة تميز فيها هينتا انه هذا الشي صار يسويه انه صار يركز وانه هذا الشي صار يطوره احسن شي بعد انه كقيمة في معسكر الانتخب الوطني جابوا لك كيف قاعد يغلط اغلاط بسيطة بحكم العادة لانه لو لاحظت انه كان اهم التعود انه هينتا يكون معاه لأسف هينتا مو مع هينتا هنا انت معاك لعيبة افضل من هينتا بكثير حاليا راح نشوف بعدين تطور هينتا راح يكون مستوام ممكن يكون افضل منه لكن حاليا اهم افضل من هينتا انت قاعد تربي كرات بحكم العادة ان انت عارف هينتا في اي مكان راح يقفز ويضرب انت حاليا لا تتعاون مع اشخاص صغير مثلما هينتا كان عندك تحدي انت يا كقيمة عندك تحدي نشوف من الافضل هل هينتا راح يكون افضل ام كقيمة هينتا راح يلعب مع طلاب الصف الاول كقيمة راح يلعب مع اللاعبين منتخب يعني كميزان قوة ميزان قوة كقيمة اعلى لكن كتعليم الى الان جابوا لنا هنا تتعلم افضل من كقيمة هنا تترك كل شيء وصار يتعلق بالشيء اللي اهم حطوه اياه هنا الان كقيمة مجاورة عنا شيء ما نقدر نظلمه لكن لازم نعرف اوه شنو تغير فيه اوه شنو سوى الان بيين لنا هذا اول يوم وهو قاعد يتدرب اللي احنا شفناه لكن هذا يوم ثاني ثالث ما ندري لكن لازم نعرف كقيمة شنو تغير فيه شيء اللي صار معه اذا بيين لنا في الحلقة القادمة يكون افضل صراحة عشان نقدر نحكم بينهم لان اهم التحدي اهم ميزان هذه الحلقة في التطور اهم اهم عناصر رئيسية في الفريق وهذا الشيء يجب ان يبال لنا وعلى كده انتهى هذا الانطباع اتمنى كنت خفيف عليكم وبنهاية اقولوا معايس سبحانك اللهم وبحمدك لا تنسون اشتراك في القناة واللايك والشير ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة